الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من درس سجود السهو والآن تعالوا بنا لنتعرف على أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أولا أن يدلل على مشروعية سجود السهو ثانيا أن يصف كيفية سجود السهو ثالثا أن يحدد الحالات التي يسجد فيها للسهو والآن نذكركم بما درسناه في الجزء الأول من الدرس فقد درسنا في الجزء الأول أركان الصلاة من يذكرنا بها هيا يا أبطال أحسنتم بارك الله فيكم نعم القيام مع القدرة ومن الأركان أيضا من يقول أحسنتم نعم تكبيرة الإحرام ومن الأركان أيضا ماذا رائع نعم قراءة سورة الفاتحة ومن الأركان أيضا ماذا بارك الله فيكم نعم الركوع ثم ماذا رائع الرفع من الركوع ثم هيا يا أبطال أحسنتم نعم الاعتدال قائمة ومن أركان الصلاة أيضا ومن أركان الصلاة أيضا رائع نعم السجود ثم ممتاز الرفع من السجود ومن أركان الصلاة أيضا ماذا نعم أنتم رائعون الجلوس بين السجدتين ثم ماذا نعم بارك الله فيكم الطمأنينة ثم أحسنتم نعم الجلوس للتشهد ثم التشهد الأخير ومن أركان الصلاة أيضا ماذا هيا يا أبطال أحسنتم أنتم رائعون نعم التسليمتان وآخر هذه الأركان من يقول بارك الله فيكم جميعا نعم الترتيب أي ترتيب هذه الأركان ونقصان أي ركن من هذه الأركان يؤدي إلى بطلان الصلاة ودرسنا أيضا واجبات الصلاة من يذكرنا بها هيا يا أبطال أحسنتم نعم من واجبات الصلاة تكبيرة الانتقال ومن واجبات الصلاة ماذا ممتاز نعم قوله سبحان ربي العظيم في الركوع ومن واجبات الصلاة أيضا ماذا رائع نعم قوله سمع الله لمن حميد للإمام والمنفرد وقوله ماذا بارك الله فيكم نعم قوله ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع وأيضا من واجبات الصلاة ماذا أحسنتم نعم قوله سبحان ربي الأعلى في السجود وقوله ماذا بارك الله فيكم نعم قوله رب اغفر لي بين السجدتين وآخر واجب من واجبات الصلاة هو ماذا نعم أنتم رائعون التشهد الأول والجلوس له وذكرنا أيضا في الجزء الأول تعريف مفهوم سجود السهو من يعرف لنا مفهوم سجود السهو أحسنتم أنتم رائعون نعم سجود السهو هو أن يسجد المصلي في نهاية صلاته سجدتين لجبر خلال حصل فيها ويبقى السؤال هنا ما هو الدليل على مشروعية سجود السهو وما هي كيفية سجود السهو وما هي الحالات التي نسجد فيها للسهو هذا ما سنتعرف عليه اليوم بإذن الله تعالى الهدف الأول أن يدلل الطالب على مشروعية سجود السهو دليل مشروعية سجود السهو برأيكم هل حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته أحسنتم نعم حدث من النبي صلى الله عليه وسلم نسيان في الصلاة لأنه بشر فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون وقلنا أن السهو والنسيان من الصفات التي يتعرض لها البشر والدليل على مشروعية سجود السهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد الركعة الثانية مباشرة للثالثة دون أن يجلس للتشهد الأول والسؤال هنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته كما ورد في هذا الحديث أحسنتم بارك الله فيكم نعم سجد لسه وهل سهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركن أم عن واجب ممتاز نعم سهى عن واجب لأنك تشهد الأول من واجبات الصلاة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجبر صلاته رائع نعم سجد للسهو في نهاية صلاته بارك الله فيكم جميعا والآن عزيزي الطالب افتح كتابك المدرسي صفحة ستين وأجب عن السؤال ثالثا ثالثا دلل على مشروعية سجود السهو من يذكر لنا الدليل من السنة على مشروعية سجود السهو أحسنتم أنتم رائعون نعم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك أحسنتم بارك الله فيكم الهدف الثاني أن يصف الطالب كيفية سجود السهو كيفية سجود السهو يسجد المصلي سجدتين للسهو إذا لزمه ذلك في نهاية صلاته إذن أجب عن هذه الأسئلة كم سجدة تسجد للسهو ممتاز نعم سجدتين ومتى يكون سجود السهو رائع يكون في نهاية الصلاة والآن عزيزي الطالب افتح كتابك المدرسي صفحة ستين وأجب عن السؤال رابعا رابعا وضح كيفية سجود السهو من يوضح لنا كيفية سجود السهو أحسنتم نعم يسجد المصلي سجدتين للسهو إذا لزمه ذلك في نهاية صلاته أحسنتم بارك الله فيكم جميعا الهدف الثالث أن يحدد الطالب الحالات التي يسجد فيها للسهو أحوال سجود السهو لا يخل المصلي الذي سهى في صلاته من أحوال ثلاثة إما إنه يسجد للسهو بسبب النقص في الصلاة أو الزيادة فيها أو الشك في عدد ركعاتها الحالة الأولى حالة النقص وهنا نفرق بين نقص الركن ونقص الواجب فنقص الركن كأن ينسى الركوع أو السجود أو ينسى ركعة كاملة كيف يجبر صلاته حينئذين أحسنتم بارك الله فيكم أولا إذا لم ينتقل إلى الركعة التي بعدها يعود ويأتي بالركن ويكمل صلاته ويسجد للسهو مثلا من ترك الركوع في الركعة الأولى ونزل مباشرة من القيام إلى السجود فهذا واجب عليه أن يعود ويأتي بالركوع ثم يسجد ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو في نهاية صلاته ثانيا إذا انتقل إلى الركعة الثانية ماذا يفعل فإنه لا يحسب الركعة التي نسى فيها الركن ويجعل الركعة التالية مكانها ويسجد للسهو في نهاية صلاته مثلا من ترك سجدة في الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية مباشرة فهذا لا يحسب الركعة التي نسى فيها السجود ويجعل الثانية عوضا عنها ثالثا إذا سلم المصلي ناسيا قبل إتمام صلاته فعليه أن يقوم ويؤدي ما فاته من ركعات ثم يسجد للسهو في نهاية صلاته مثلا من سلم في صلاة العصر بعد الركعة الثالثة فهذا يجب عليه أن يقوم إلى الركعة المتبقية ويؤدي ما فاته ثم يسجد للسهو في نهاية صلاته أما نقص الواجب كأن ينسى واجبا من واجبات الصلاة فقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو التشهد الأوسط ما الحكم حينئذ؟ ماذا يفعل حتى يجبر صلاته؟ أحسنتم بارك الله فيكم يتم صلاته ويسجد سجدتين للسهو في نهاية صلاته الحالة الثانية حالة الزيادة مثل زيادة ركوع أو سجود أو قيام ناسيا دون تعمد ما الحكم؟ ماذا يفعل حتى يجبر صلاته؟ أحسنتم بارك الله فيكم نعم يسجد سجدتين للسهو في نهاية صلاته الحالة الثالثة حالة الشك كالتردد في الركعات مثل من تردد هل صل الظهر أربعا أم ثلاثا هو متردد ما الحكم؟ ماذا يفعل حتى يجبر صلاته؟ أحسنتم بارك الله فيكم إذا ترجه عنده أحد الظنين يبني عليه أي أنه إذا غلب على ظنه أحد الأمرين الزيادة أو النقص حينئذ يبني على ذلك وإن لم يترجه عنده أحد الأمرين فإنه يبني على الأقل ويتم صلاته ويسجد للسهو في نهاية الصلاة أي أنه إذا لم يستطع تحديد الزيادة أو النقص في عدد الركعات حينئذ يبني على الأقل بارك الله فيكم جميعا والآن نشاط فكر وأجب نريد من جميع الطلاب المشاركة هيا يا أبطال أبنائي الطلاب تأملوا هذه الصور جيدا لنفترض أن خالدا يصلي صلاة العصر وهو الآن في الركعة الثانية هل ركعته هذه كاملة أم ناقصة أحسنتم بارك الله فيكم نعم ناقصة ما الذي نقص منها ممتاز نعم الركوع ماذا لو ترك خالد الركوع عمدا هل تصح صلاته نعم أحسنتم صلاته باطلة وماذا لو ترك خالد الركوع سهواء نفرق بين أمرين إذا تذكر في السجود أثناء ركعته ماذا يفعل منتاز نعم وجب عليه أن يرجع للركوع ثم يكمل ركعته ثم يسجد للسهو في نهاية صلاته وإن تذكر في الركعة الثالثة أو الرابعة ماذا يفعل نعم أحسنتم لا يحسب الركعة الثانية ويأتي بركعة كاملة مكانها ثم يسجد للسهو في نهاية صلاته أحسنتم بارك الله فيكم جميعا والآن عزيزي الطالب افتح كتابك المدرسي صفحة ستين وأجب عن السؤال خامسا اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي واحد تذكر عبد الرحمن قبل التسليم في نهاية صلاته أنه صلى العشاء ثلاث ركعات يجب عليه أن هل يعيد صلاته أم يسلم ولا شيء عليه أم يسجد للسهو أم يأتي بركعة ويسجد للسهو أحسنتم أنتم رائعون نعم يأتي بركعة ويسجد للسهو اثنان صل العشرة وشك إن كان صلى ثلاثا أم أربعة ثم غلب على ظنه أنه صلى أربعة هل يسلم ولا يسجد للسهو أم يصلي ركعة ويسجد للسهو أم يصلي ركعة ولا يسجد للسهو أم يعتبر أنه صلى أربعا ويسجد للسهو ممتاز نعم يعتبر أنه صلى أربعا ويسجد للسهو ثلاثة صلى الفجر وقام سهوا للركعة الثالثة وتبين له سهوه وهو في التشهد هل يعيد صلاته أم تبطل صلاته أم يتم صلاته ولا يسجد للسهو أم يتم صلاته ويسجد للسهو نعم رائع يتم صلاته ويسجد للسهو أربعة دعا في سجوده ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ثم تذكر بعد تكبيرة القيام هل يتم صلاته ولا يسجد للسهو أم ينزل للسجود مرة أخرى ليجبر الخلل أم يتم صلاته ويسجد للسهو أم يعيد صلاته أحسنتم نعم يتم صلاته ويسجد للسهو التقويم الختامي والآن عزيزي الطالب افتح كتابك المدرسي صفحة واحد وستين وأجب عن السؤال سادسا ما الواجب فعله في الحالات التالية الحالة الأولى نسي خالد الركوع في الركعة الثانية من صلاة العصر وتذكرها في الركعة الثالثة ماذا يفعل خالد حتى يجبر صلاته هيا يا أبطال من يجيب أحسنتم بارك الله فيكم لا يحسب الركعة التي نسى فيها الرك ويعد الركعة التالية مكانها ويسجد للسهو الحالة الثانية شك أحمد في صلاته أنه زاد أو أنقص منها ركعة ولم يتأكد لديه أيهما فعل هيا يا أبطال من يجيب ماذا يفعل أحمد في هذه الحالة حتى تصح صلاته ممتاز نعم يبني على الأقل ويتم صلاته ويسجد للسهو أحسنتم بارك الله فيكم جميعا وأجب أيضا عن هذا السؤال ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة العبارة الأولى يسجد المصلي سجدتين للسهو إذا لزمه ذلك في بداية صلاته برأيكم العبارة صحيحة أم خاطئة أحسنتم نعم العبارة خاطئة لماذا لأن سجود السهو يكون في نهاية الصلاة العبارة الثانية سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وسجد للسهو برأيكم العبارة صحيحة أم خاطئة أحسنتم نعم العبارة صحيحة العبارة الثالثة نسي راشد التشهد الأوسط في صلاته فأكملها أي أكمل الصلاة وسجد للسهو برأيكم العبارة صحيحة أم خاطئة أحسنتم بارك الله فيكم نعم العبارة صحيحة بارك الله فيكم جميعا نرجو لكم دوام النجاح والتوفيق وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته